تشتيت من ديفنس الإنتاج فدي نجاح تدخل فيه ارتطام فيه دم ولا إيه؟ دماء سلامات لهاني سعيد ارتطام كان شديد وعبدالسطار صبري موجود سلامات سلامات لكل اللاعبين سلامات لكل اللاعبين سواء اللقاء اللقاء على أرض الملعب رأس في رأس قوية جدا لقاي وهاني سعيد هذه الإعادة مرة تانية من أكتر من كدر ارتطموا ببعض ارتطام شديد هاني سعيد اتعور في الجبهة جرح قطعي لكن متهيأة لإصابة لقاي اللي وقع أمام حضراتكم هي اللي ممكن تكون أصعب لأنه هو تخبط كده في ظهر دماغه من وراء سلامات للقاي إن شاء الله يعني تكون إصابة سليمة بغض النظر بقى يستكمله اللقاء أولئة المهم اللي اتنين يقوموا سالمين بدون أي مشاكل بإذن الله لقاي وهاني سعيد سلامات للاتنين واجه على طول سيارة الإسعاف هتنزل كده عشان تنقل هذه الإعادة بص بص اوه 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 اتطام في منتهى القوة ارتطام في منتهى القوة لكن متهيأة لإصابة هاني سعيد هتكون زي ما بقول لحضراتكم أقل أقل من لؤي لأنه هو أخذ الكرة يعني في مركز ضعف في الرأس ودي هاني بص يا جماعة منظر صعب منظر صعب الدماء بتغطي جبهة هاني سعيد لكن زي ما احنا شايفين الإسعاف رايحة للؤي سلامات سلامات ليه لؤي لعب فريق الإنتاج الحربي لتخبط كده خبطة جديدة فيه اللقطة اللي فاتت ألف سلامة للعب لناشئ الأهل السابق أدي هاني سعيد قام ومشي مفيش أي مشاكل لكن المشكلة هتكون إن شاء الله يعني تكون بسيطة أدي هاني سعيد ودي عبد السطار صبري وتفكير أكيد في تبديل أول إصابة جاية في أول أربع دقايق من بداية اللقاء إحنا في الديئة سبعة دلوقتي لقاي يوقع بقاله أكتر من دقيقتين على أرض الملعب أنا شايفه ابتدى يستعيد الوعي كده ويقوم سلامات سلامات ليه لقاي أدي إصابة هاني سعيد بص يا جماعة الجرح القطعي في الجبهة عمل إزاي سلامات لهاني وسلامات ليه لقاي طبيب فريق الإنتاج الحربي بيتطمن عليه لسه ما تكلمناش في أي حاجة لسه ما دخلناش في أجواء اللقاء أدي على طول إداري الإنتاج الحربي عايزين ينقله يعني بيتكلم مع مراقب اللقاء ومع الحكم الرابع يقول أن هو عايز ينقل اللعب للمستشفى وبيطلب الإسعاف إن شاء الله سليمة تقم تحكيم اليوم بتحت قيادة حكم منطقة القاهرة محمد عادل ومعاونوه أشرف متولي ومحمد عبدالقادر والحكم الرابع هو عدنان محمود بصوا كله بيطمن كله بيطمئن وبيشيلوا الراجل كده واحدة واحدة على أن قال ألف سلام اللقاي يعني يعني إن شاء الله نطمئن كده مع الاستوديو التحليلي بتاعنا الكابتن أحمد جمال وديوف والكرام سواء الكابتن خالق جدالة كابتن جمال الغندور أو الكابتن محمد صابري إن شاء الله نطمئن على اللعب ما بين الشطين هو الراجل بيتحرك ممكن يكون فيه ارتجاج بسيط كده في المخ ولا حاجة إن شاء الله سليمة والراجل يقوم وما فيش أي مشاكل ويستأنف اللقاء لعب له أي وقل يعني كل الناس بتطمن عليه خلاص خرجنا بر أجواء اللقاء خرجنا بر أجواء الكورة خرجنا بر أجواء كل حاجة يعني جلنا كده من ملعب اللقاء من زملائنا زميل عماد النحاس مراسل قناة تين في ملعب اللقاء يعني قال لنا إيهاب النحاس عفوا قال لنا إن يعني هاني سعيد هياخد أربع أربع غرس في الجبهة وإن عربية الإسعاف خلاصا صرفت وهم بيحاولوا بالنسبة ليه اللقاي بيحاولوا إن هم يعملوا له عمليات الإفاقة هو سليم إن شاء الله بسيطة تقلي فرصة إنه يستكمل اللقاء هتكون صعبة آه لكن لكن إن شاء الله وقاش على رجله مفيش مشاكل سلامات